إذا الآن خلينا ننطلق إلى إضافة الـ Activity مبدئيا الآن إحنا نحتاج إلى إضافة الـ Activity ضمن الـ WPS وقالنا نستطيع إضافة الـ Activity ضمن الـ Project بشكل مباشر فإيش نحتاج نقل؟ نقل إنه داخل هذا الـ WPS ضيفنا Activity داخله وهكذا فنفس الكلام يبدأ يتطبق عندنا أنه إحنا أصلاً الـ Activity لما نقوم بإضافةها فتحتوي لك على ID أو Code ID وتحتوي لك على إيش؟ تحتوي لك على اسم لهذه الـ Activity إضافة للفترة الخاصة فيها Duration وأيضاً بداية ونهاية الـ Activity الآن بداية ونهاية الـ Activity إحنا ما نستطيع تحديدها الآن لأن إحنا رح نبدأ نستخدم العلاقات في عملية تحديدة من خلال عمل Schedule ما بين الـ Activity اللي إحنا رح نبدأ بإضافتها رقل أوكي أنقر هناك لك أيمن على المشروع أو أرجع على الـ Project Multi أنقر عليه كليك أيمن وأقل إحنا Open Project فطبيعياً لما يفتح لك الـ Project معنى ذلك أنه يفتح لك الـ Activity الخاص في الـ Activity والاسم الخاص فيها إضافة لذلك الـ Duration والـ Remaining وأيضاً عندك الـ Schedule والـ Start والـ Finish طبعاً هذه الحقول إحنا نستطيع أن نقوم بإخفاءها وظهارها وتخصيصها بشكل اللي إحنا نريده هنا هذا لدينا الـ Gun Chart اللي إحنا رح يبدي يحكس المعلومات اللي موجودة عندنا ضمن هذا الـ Table يبدي يحكسه على شكل الـ Gun Chart وطبعاً للحرية في تخصيص كل شيء موجود عندنا هنا من عدد الحقول وعرض الحقول إضافة لذلك إلى تخصيص الـ Gun Chart فمبدعياً حتى أضيف Activity GD ده نفس الطريقة يمكن أنه أقلاء من هنا ورح يضيفها بشكل مباشر الآن مشكلة اللي أنت رح تلاحظها في بعض الأحيان اللي الـ WBSCF ما معروضة عندنا داخل الـ Activity فكيف أستطيع من عرض الـ WBSCF داخل الـ Activity فمبدعياً إيش تحتاج؟ تحتاج لعمل Group & Sort معني ذلك أنه إذا أعرض وأردت بالـ Activity تبعاً للـ WBSCF اللي موجودة فأضغط هنا على Layout ثم على ذلك أذهب إلى Group & Sort أوكي؟ ثم هنا داخل الـ Group & Sort إيش رح أقل لها؟ أقل لـ Group By ثم أنزل للأسفل أستطيع أن أعمل الـ Group & Sort تبعاً للـ WBSCF or WBSName إذا أختارنا الآن الـ WBSName مبداياً ما رح يبدي يعرض لنا شيء أوكي؟ فنختار أول شيء WBS وتبعاً لها رح نبدي بإضافة داخلها الـ Activity فرح أقل لـ أوكي رح يبدي يعرض لك الـ WBS اللي هي موجودة عندنا لكن أنا مبداياً ما تحتاج إلى عملية ترتيب الـ WBS يعني نحتاج إلى عملية ترتيبها ضمن الـ Name أوكي؟ فيمكن الآن نكليك أيمن على أي WBS موجودة كليك أيمن عليها ونضيف ونضيف الـ Activity بشكل سريع هنا وتلاحظ تضيف الـ Activity بشكل رح يبدي يضيفها لك رح يعطيها ID الـ ID نتركه مثل ما هو موجود بدون أي تغيير وممكن تعطي أي تغيير اللي هو تريده نعطي اسم لهذه الـ Activity ثم بعد ذلك نعطيها المعلومات الأخرى كالفترة الزمنية والـ Start والFinish طبعاً الـ Start والFinish تكون تبعاً للعلاقات إنه تعمل Schedule وهذا الشي رح نتطرق له في فيديو قادم فهذه كانت الطريقة الأولى إنه أنا أبدي أعرض الـ WBS وأضيف بهذه الطريقة لكن الطريقة أخرى يمكن إنه نتبحخ خلال هذه العملية مثل إذا ما تحب إنه تقوم بعمل Group and Sort فأقل له أوكي رجع لي للإعدادات الافتراضية حقل له هنا أوكي رح يبدأ يختفي كل شيء أوكي؟ فرح أقل له أوكي من هنا أضغط هنا فهذا إيش رح يعطيك؟ يعطيك Guide هذا إيش؟ Guide رح يبدأ يعطيك يعني إنشي لك يعني كأنه ما يحتبر عندك ويزر فتعطي الـ ID أقول إنه هذه هي عبارة عن تمام؟ ثم مع ذلك رح أقل له Next رح يقل لك هذي وين تريدني إنه أضمنها لك؟ على بشكل الافتراضي هو يضيفها ضمن الـ Project فرح أقل له لا يبدأ أضمنها ليه في الـ Project.1 يعني في الـ S1 أوكي؟ في الـ S1 ثم مع ذلك أضغط على Next أقل لك إيش النوع الخاص فيه؟ أقل لك إيش النوع الخاص فيه؟ أقل لك بالأحيان نختار هناك عدة أنواع أقل له هنا Next رح أقل لك هل هناك resource هل هناك resource هل هناك resource تعمل لها sign؟ مبدئنا إحنا ما مطرقين الـ resource فرح أتركها مثل ما هي موجودة أقل له هنا Next و Next مرة أخرى ثم ذلك finish الآن أضاف لك هذه الـ activity أوكي ضمن الـ ضمن الـ WS فخلينا أضيف activity أخرى بنفس الطريقة فرح أضيف activity إيش أسميها؟ سميها B1 تمام؟ قل له Next أبدأ أضيفها ضمن الـ WS S2 أوكي؟ ثم أضغط على finish نفس الطريقة السابقة أبدأ أضيف activity جديدة رح أسميها C1 أوكي؟ قل له هنا Next أضيفها ضمن الـ WS S3 ثم ذلك أضغط على finish طيب الآن نستطيع أنه نعرض الـ WS ونرتبع على أساس الـ name فرح يبدأ يعرض لك كل الـ WBS فنقل له هنا group and sort ثم على ذلك رح أقل له group by WBS name ثم على ذلك رح أقل له هنا OK وتلاحظ تم ترتيبة على أساس الاسم وتلاحظ أن الـ S1 داخلها إيش عدنا؟ جدت عدنا A1 B1 C1 إذن بهذه الطريقة الآن استمر في عملية أضافة activity أخرى يعني داخل هذه الأسوان رح أقوم بإضافة activity جديدة الآن مفروضة أضافها هنا داخل نعمل على delete أوكي؟ Yes نبدو تضيفها طبعا هنا فأقل له هنا نadd أوكي أوكي بما أنه اعتبرنا احنا عرضنا على الشكل name فما نستطيع أنه نضيف احتمادا على id الموجودة عندنا طبعا يمكن أن نحتمد على هذا خلال هذه العملية طبعا نعطي مثلا الان إيش عدنا عندنا مثلا يقول قل لهنا next نعم نضيفها في الأول نختار الأول قل له next ثم عذلك finish أو يمكن أن نقوم بعملية العرض هنا على أساس على أساس ثم عذلك يقل له هنا أوكي ثم عذلك داخل هذا ال اللي موجود عندنا رح أقوم في عملية الإضافة فمثلا هذا عدي سي وان عضيف السي تو فأنقر كليك أيما ثم ورح أقل له إيش عدنا عدنا سي تو أضيف السي ثري بنفس الطريقة السابقة عاد سي ثري أنزل ال هنا على الاس تو بي وان رح أضيف في البي تو فرح أقل له عدي بي تو انتر أوكي عاد إذن عدنا بي بي ثري انتر أوكي وعدنا أيضا كليك أيمن آد وإيضا عدنا أي ثري ويمكن أنه طبعا تعمل سورت إليها حتى يقوم بعادة الترتيب مبدئيا ولكن نحب دائما أنه يعني نقوم بعمل سورت إليها على أساس النيم إذا انتهيت من عملية إضافة الخاصة فيك موسيقى موسيقى موسيقى